موسيقى أبناء تلاميذ الصف الرابع لابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في لقاء جديد من لقاءات منهج اللغة العربية ومن خلال المحور الثاني علاقتي مع الآخرين نستكمل معاً الموضوع الأول وهو أنا لست وحدي النهاردة أحباء الأبطال سوف نستكمل سوياً أنشطة النص المعلوماتي السابق طائر النورس النهاردة هنكمل مع بعض أن احنا نتدرب على الجملة الإسمية وركنيها وهما أحسنتم المبتدأ والخبر وهنجرف كمان علامات الرفع في الجملة الإسمية علامات الرفع عندي خدنا قبل كده كان في المفرد وجامع التكسير وجامع المؤنس السالم خدنا علامة وخدنا بعد كده المثنى خدنا علامة أخرى تعالوا بينا مع بعض نتذكر ده النهاردة ونشوف ده من خلال النشاط رقم أربعة ألف نشوف مع بعض النشاط بيقول إيه ونشوف مع بعض النشاط عندنا في الكتاب المدرسي في صفحة رقم 111 النشاط الأول هو نشاط رقم أربعة ألف النشاط بيقول إيه؟ استعن بالجمل التي أمامك في تذكر علامات الرفع ثم مملأ الجدول تعالوا نشوف كده مع بعض العلم حياة أو الجملة بتقول إيه العلم حياة المطلوب مننا إيه؟ المطلوب مننا يعني هنا نحدد النوع نوع المبتدأ والخبر هنا وفي نفس الوقت نحط علامة الرفع تاني أنا أحدد النوع من حيث العدد ها عندي النوع هنا مفرد ولا مثنى ولا جمع تاني حاجة حط علامة الرفع طب تعالوا نشوف كده العلم حياة العلم دي مفرد وحياة مفرد إذن النوع بتاعي هنا هقول كده مفرد طيب إحنا اتفقنا إن المبتدأ والخبر زي ما شفناها قبل كده العلم وحياة والمبتدأ والخبر عموما لو كان مفرد بتكون علامة الرفع بتاعته إيه؟ أحسنتم المبتدأ والخبر لو كانوا مفرد بتكون علامة الرفع أحسنتم زي ما نسمعكم كلكم الضمة إذن العلم وحياة لتنين مفرد فعلشان كده قلت إن علامة الرفع بتاعته هي الضمة ننتقل المثال رقم اتنين بقول لي إيه؟ العالمات نابغات العالمات نابغات وبيقول لي أول حاجة النوع هنا إيه؟ أبص كده لكلمة العالمات دي جمع مؤنث سالم مفردها عالمة ونابغات برضو بدي جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم إذن أنا عندي الاتنين جمع مؤنث يبقى النوع بتاعي يحدده كده دي جمع مؤنث سالم طيب يا ترى خدنا علامة الرفع المبتدأ والخبر في جمع المؤنث السالم كانت إيه؟ نفتكر كده مع بعض كان جمع المؤنث السالم في المبتدأ وفي الخبر بيبقى مرفوع وعلامة رفعه أحسنتم جميعاً بيبقى علامة الرفع اتضم يعني هقول العالمات نابغات طب تعالوا نشوف مع بعض المثال رقم ثلاثة بيقول إيه في المثال الرقم ثلاثة العلماء أذكياء العلماء أذكياء يا ترى المبتدأ والخبر هنا نوعهم إيه؟ من حس العدد مفرد ولا مثنى ولا جمع العلماء مفردها عالم وأذكياء مفردها ذكي إذن دي جمع بس يا ترى إيه؟ جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير أفكر كده هنلاقي أن هي غيرت شكل الكلمة زي قلم أقلام كتاب كتب عالم علماء إذن علماء وأذكياء المبتدأ والخبر نوعهم هنا جمع لكن جمع إيه؟ تكسير طيب العلماء وأذكياء لما بيكون عند المبتدأ والخبر جمع تكسير كانت علامة الرفع بتاعتي بتبقى إيه للمبتدأ والخبر؟ نفتكر كده مع بعض أحسنتم علامة الرفع هي الضمة نشوف المسار رقم أربعة بيقول لي إيه؟ بيقول لي القولان بليغان القولان بليغان يعني إيه الكلام ده؟ قال لي القولان مفردها قول إذن دي مسنة قولان يعني عددها تنين وبليغان برضوك مفردها بليغ بليغان دي المسنة بتاع زي قلم قلمان معلم معلمان قول قولان بليغ بليغان إذن ده مسنة يبقى النوع بتاعي مسنة عايزين نعرف بقى علامة الرفع هنا يا طرى إيه؟ اللي احنا اتفقنا إن علامة الرفع من أول من المسنة خدنا علامة جديدة وهي كانت تلاقيه؟ أحسنتم كانت الألف يبقى علامة الرفع بتاعتي هنا الألف يبقى من خلال النشاط ده كده نفكر مع بعض إن عندي المسنة أو آسف المبتدأ والخبر لو جالي مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير فبتكون علامة الرفع بتاعتي واحدة وهي أحسنتم اتضمة يبقى المبتدأ والخبر بتوعي لو جالي مفرد أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير علامة الرفع اتضمة أما لو جالي المبتدأ والخبر بتوعي إيه؟ مثنة لو جالي مثنة ساعتها بيبقى علامة الرفع بتاعتي للمبتدأ أو الخبر الألف زي القولان بليغان القولان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنة بليغان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنة طيب تعالوا نطبع على الكلام ده في النشاط رقم أربعة بيقولي إيه؟ ضع خطا تحت الخبر مبينا علامة الرفع والسبب كما في المثال تاني كده هنحط خط تحت الخبر ونبين علامة الرفع حالي هي بتضم بتضم أو بالألف ونقول السبب يعني نقولي أنه مفرد أو جمع مذكر سالم أو آسف جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير أو أنه هو مثنة تعالوا نشوف كده أول مثال بيقولي إيه؟ المستمعان منسطان وبيقولي أن علامة الرفع هنا الألف ليه طرع علامة الرفع هنا الألف؟ قال لي أن المستمعان مثنة ومنسطان أيضا مثنة وإحنا نقول أن علامة رفع المبتدأ والخبر لو كانوا مثنة بتبقى أحسنتم الألف إذن السبب لأنه مثنة هنكمل بقى زي المثال ده فنقول إيه؟ الكتاب صديق الكتاب صديق يا طرع إيه علامة الإعراب أو علامة الرفع المناسبة هنا؟ اللي أشوف الأول الكتاب مفرد وصديق أيضا اللي هي الخبر بتاعي مفرد والمفرد علامة الرفع بتاعته بتكون أحسنتم بتكون اتضم السبب إن الكتاب وصديق اللي اتنين مفرد فبقول أنه مفرد نشوف رقم اتنين بقول لي المتحدثات مجيدات المتحدثات مجيدات إيه علامة الرفع هنا يا طرع؟ قال المتحدثات دي جمع مؤنث سالم مفردها متحدثة ومجيدات أيضا جمع مؤنث سالم مفردها مجيدة يعني متقنة إذن ده جمع مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم بيكون المبتدأ والخبر فيهم مرفوعين بالإيه؟ أحسنتم بالضمة ليه؟ قال السبب لأنه جمع مؤنث سالم إذن المبتدأ لما جالي مفرد بقى مرفوع بالضمة تدقوا الخبر أما لو مبتدأوا الخبر جمع مؤنث سالم قلت مرفوع أيضا وعلى أن ترفعه الضمة على عكس المثال الأول خالص لما جالي مسنة قلت إيه؟ المستمعان منصطان المستمعان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف ومنصطان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنهما مثنى طيب نشوف النشاط رقم أربعة جين بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين هنختار الإجابة قبل ما اختار إيابتي لازم نفكر كويس أنا عايز إيه؟ نشوف كده أول سؤال رقم واحد بيقول لي الرسالتان وعايز يقول لي بقى عايز نختار من الواحدة من الثلاثة دول طويلاً ولا طويلتان ولا طويلتين أفكر كده الرسالتان دي مثنى مؤنس إذن لما اختار خبر ليها لازم أن يكون مثنى مؤنس طيب عندي طويلتان وطويلتين اللي اتنين مثنى مؤنس خلاص احنا مش هناخد طويلان لأنها مذكر طب أختار طويلتان ولا طويلتين اللي دي خبر والخبر بيكون إيه؟ زي المبتدأ المبتدأ والخبر اللي اتنين بيكونوا مرفوعان وفي حالة المثنى بيرفع ممتازين أحسنتم بيرفع بالألف هقول الرسالتان طويلتان الرسالتان طويلتان ليه؟ الرسالتان مثنى مؤنس وطويلتان مثنى مؤنس الرسالتان مبتدأ مرفوع بالألف وأيضا طويلتان خبر مرفوع وعلى ما ترفع أيضا مثلها الألف طب نشوف رقم اتنين بيقول لي ايه؟ الكلمة نور ولا نورا ولا نورن أفكر كده الكلمة هي مبتدأ مرفوع إذن الخبر اللي هيجي بعدها لازم أن يكون برضو مرفوع فهشوف أول واحدة نبتدي من الأخيرة هلاقيها نورن تحتها كسر يعني كسر يعني العلامة اللي تحت بتبقى تحت الآخر حرف في كسرة طيب في النص في علامة نصب وإنها يعني ايه نصب؟ يعني فتحة آخر حرف ما تنفعش نورن هنلاقي على آخر حرف تنوين بالضم والمبتدأ والخبر لما بيكونوا أو المبتدأ والخبر دايما بيكونوا مرفوعين ولو مفرد هيكون مرفوع بالضم إذن هختار اللي مرفوع بالضم لها يكون ايه؟ نورن فهقول ساعتها الكلمة نورن طيب المسار رقم ثلاثة بيقول لي ايه؟ الأشجار واللي اختار من بين القوسين مثمرة ولا مثمرة ولا مثمرة زي ما عملت في رقم اتنين ها الأشجار هختار الخبر بتاعي لازم يكون مرفوع فهيلاقي ما فيش مرفوع في الثلاثة غير اول واحدة مثمرة طيب انا كتبتها اهو تعالى نشوف كده مع بعض هي الأشجار مفرد ولا مثنى ولا جمع قالي الأشجار هي جمع طب يا ترى جمع ايه؟ احسنتم الأشجار هي جمع تكسير جمع زي قلم اقلام شجرة او شجرة اشجار دي جمع تكسير مثمرة لازم ان تيجي مرفوع زي ما دي جات مرفوعة يبقى مثمرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب يعني نشوف تالت جملة بقول ايه؟ المنصطات وعايز خبر مستفدات ولا مستفدات ولا مستفدات يعني بالضم ولا بالكسر ولا بالفتح ولا بالضم وابتدي افكر المنصطات دي جمع مؤنث سالم اذا انا عايز الخبر بتاعي يكون جمع مؤنث ثالم ايه تلاتة جمع مؤنث ثالم لكن لازم ان يكون مرفوع بايه؟ احسنتم جمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة لو جاي لمبتدأ او خبر بيقبع مرفوع بالضمة اذا انا نختار منصط مستفيدات اللي في النص وهنكتب كده مستفيدات عشان يبقى المبتدأ مرفوع بالضمة وعلامة رفعه الضمة والخبر برضوك مرفوع وعلامة رفعه الضمة فكل الامثلة اللي بتجي مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم اما في حالة المسنة فقط هي اللي قلنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الآلف وخبر مرفوع وعلامة رفعه الآلف طيب تعالوا بينا نيجي الاخر نشاط عندي وهو النشاط رقم اربعة ديل بيقول لي ايه؟ ضع خطا تحت الجملة الصحيحة ضع خطا تحت الجملة الصحيحة يلا نشوف كده مع بعض بيقول لي ايه؟ في رقم واحد الأرقام متصاعدة لاحظ كده متصاعدة هتطل فتحة على اخر حرف في متصاعدة الأرقام متصاعدة هتتنوين بالكسر تحت اخر حرف في الجملة الثالثة الأرقام متصاعدة هتتضم وتنوين بالضم على اخر حرف في الكلمتين في الجملة اسمية واتفقنا ان الجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر والاتنين بيكونوا مرفوعين وهنا دي جمع تكسير اذا علامة الاعراب بتاعتي لازم ان تكون الضمة فهنشوف في اول واحدة هنلاقي فيه الخبر جاي عليه فتح ما ينفعش في الجملة الثانية الخبر متصاعدة تن الخبر حطيلي تحته كسرة ما تنفعش ليه؟ لان انا محتاج مبتدأ مرفوع على علامة رفع الضمة يعني على اخر ضمة والخبر بتاعي بردك لازم ان يكون مرفوع على علامة رفع الضمة اذا مش هلاقي حد يوافق الاختيار بتاعي الا اخر واحدة رقم جيم الارقام مبتدأ مرفوع على علامة رفع الضمة متصاعدة خبر مرفوع على علامة رفعه الضمة نشوف المثال رقم اتنين يقول لي ايه؟ الحقيبتان ثقيلتان الحقيبتان ثقيلتان او جايبها ثقيلتين بعد كده رقم اتنين الحقيبتان ثقيلتان رقم جيم الحقيبتين ثقيلتان وبيقول لي اختار الجملة الصحيحة فيهم في المثنة لما بيجي لجملة اسمية مكونات من مبتدأ وخبر في المثنة لازم ان يكون المبتدأ مرفوع بالالف والخبر ايضا مرفوع على مترفع والالف فادور على جملة يكون فيها مثلا زي القلمان جديدان الكتابان مفيدان اذا اختياري هيكون ايه؟ احسنتم الحقيبتان ثقيلتان رقم باء في رقم ثلاثة بيقول لي القلوب نابضة خلاص انا مش هشرح تاني بقى فيها خلاص انت فهمت فكرتها القلوب نابضة القلوب نابضة من خلال نطقك واستماعك الجيد هنختار ايه؟ اللي هنختار اللي يكون فيها المبتدأ والخبر مرفوعين بالضم فلاقي القلوب نابضة اخر اختيار رقم اربعة واخر جملة في نشاطنا بيقول لي ايه؟ المهندسات المهندساتي بارعات المهندسات بارعات المهندسات بارعات جملة بتتكون من مبتدأ وخبر يبقى انا محتاج ايه؟ يكون المبتدأ قدم جالي جامع مؤنس سالم يكون المبتدأ والخبر مرفوعين والمبتدأ والخبر في حالة جامع المؤنس السالم بيكونوا مالهم اللي بيكونوا دايما مرفوعين بالضم اذا هدور على مبتدأ مرفوع بالضم وخبر مرفوع وعلى ما ترفعوا بالضم نشوف كده في الجمل دي هنلاقي ان الجملة رقم باء المهندسات بارعات هي جديد جملة الصحيحة لان الاتنين مرفوعين بالضم انهم جامع مؤنس سالم وكده احنا وصلنا لاخر نشاط في صفحة 111 في كتابنا المدرسي وعرفنا ان علامات رفع المبتدأ والخبر مختلفة عرفنا المبتدأ لو كان المبتدأ والخبر لو كان مفرد او جامع تكسير او جامع مؤنس سالم بتكون علامة الرفع دائما هي الضمة اما اذا كان المبتدأ والخبر مثنى زي المعلمان نشيطان فتكون علامة الرفع دائما هي الالف تعالوا بينا مع بعض نشوف النشاط الخامس في كتابنا بيقول ايه النشاط الخامس عندنا في الكتاب بيقول انت تعيش وسط مجموعة من الناس سواء كانوا عائلة او اصدقاء او جيران بيقول لي ايه ارسم المقربين اليك ارسمهم واكتب صلة قاربتك بهم هو الاب ولا الام ولا الاخ اكيد كل طلابنا في الصفر الرابع مبدعين حاول ترسم صورة لناس بتحبهم او لاشخاص بتحبهم ناس قريبين ليك اكتب صلة القرابة بينك وبينهم حاول ان انت تعبر طيب وبيجي بعد كده بيقول لنا ايه من الاشخاص اللي انت رسمتهم اختر واحد من اللي انت رسمتهم واصف مهنته اوصف المهنة بتاعته عمله ايه او الدراسة اللي هو بيدرسها ايه لو هو ما كانش بيعمل لسه في سن اصغر من العمل اللي بيميزه الحاجة المميزة فيه وليه انت رسمتهم وليه انت بتحبه يلا يا ابطال عايزكم تعبروا عايزكم تدربوا نفسكم دايما على كتابة مشاعركم واحسسكم واسباب هذه المشاعر علشان تنطلق في مجال الكتابة والتعبير ودلوقتي جينا الوقت او مرحلة الاملاء في النشاط رقم 5 جيم يقول لي هنتملى مع بعض جملة كلنا مستعدين باقلامنا نركز جيدا وننصب جيدا اثناء الاملاء هملى عليك الكلمات مرة واتنين بدون تسرع محتاج من حضرتك تسمع جيدا حتى تستطيع وتنطق جيدا حتى تستطيع كتابة ما يملأ عليك نشوف مع بعض جملة الاملاء جملة الاملاء بتاعتي بتقول ايه نبدأ تسهم الطيور تسهم الطيور في حماية الاراضي في حماية الاراضي تسهم الطيور في حماية الاراضي الزراعية الزراعية من الحشرات والديدان من الحشرات والديدان والقوارد والقوارد لأنها لأنها تتغذى تتغذى عليها أخرى ونشرح ونشرح المناسبة لأنه نقرأ يشطر ونشرح تسهم قطعة الاملاء مرة لأنها الحشرات والديدان والقوارض لأنها تتغذى عليها أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي مر الوقت معكم دائما كما يمر كل مرة بسرعة سعدت بلقائكم وسأكون في انتظاركم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة